موسيقى مجزون لعام الأخبار يأتيكم مباشرة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم والبداية من العراق حيث وضع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الخميس جملة شروط لتحقيق وحدة الصف الشعي بينها نبذ تبعية والفساد والفسدين فيما دع الحجر الشعبي لعدم تدخل في الأزمة بين التيار والإطار التنسيقي هذا وطلب الصدر أمسي الأربعاء بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة فيما دع المعتصمين للبقاء والاستمرار لحين تحقيق المطالب رحب مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بدمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين حتى الثاني من أكتوبر القادم مشيرا إلى أنها توفر أرضية صلبة لبدء مفاوضات معمقة وشاملة وعبر المجلس عن قلقه من عدم تحقيق أي تقدم فيما يتعلق بفتح الطرق في تعز وقال إن فتحها يخفف الأزمة الإنسانية الكبيرة عن ثالث أكبر المدن اليمنية هذا وطلب مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي بالتحل بالمرونة وفتح الطرق الرئيسية على الفور في موضوع آخر فدى تلفزيون الرسمي الصيني بأن جيش التحرير الشعبي بدأ اليوم الخميس تدريبات عسكرية تشمل إطلاق ذخيرة حية في المياه والمجال الجوي المحيط بجزيرة طايوان تأتي هذه التدريبات في عقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي لطايوان في رحلة نددت بها بكين أفادت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من أربعمائة عسكري أوكراني إضافة إلى مائة وثلاثين عنصرا مسلحا بضربات فائقة الدقة من القوات الجوية الفضائية التابعة للجيش الروسي من جنبها قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إلا أن القوات الروسية منخرطة في نشاط عسكري كبير إذ تطلق النار من الدبابات وتشن قصفا مدفعيا في عدة أجزاء من أوكرانيا أكدت دارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستعلن حالة طوارئ العامة في البلاد بسبب انتشار مرض جدري القرود في الولايات المتحدة الأمريكية هذا وتسببت أزمة تفشي فيروس جدري القرود عالميا في حالة من الرعب حول العالم خاصة أن العالم لا يزال يعاني من تداعية تفشي جائحة كورونا المسجد ولكن سرعان ما تعززت مخاوف لاسواق حيال الفيروس الجديد ومدى خطورته بعد انتشاره في العديد من الدول على غرار الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا وفرنسا وغيرهم من البلدان نهاية الموجز وللمزيد من الأخبار تابعونا عبر منصاتنا الرقمية على تويتر فيسبوك انستغرام ويوتيوب ولتفاصيل أكثر عن الخبر الموقع الإلكتروني لقناة الجزائر الدولية في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة